إلى حلقة جديدة من برنامج زوائل الحدث أهلا بكم مشاهدين نتابع في هذه الحلقة أحياء أربعين ضحايا القصف الإماراتي للجيش الوطني في عدن وأبيان والتحركات الحكومية بخصوصها أحياء وزارة الدفاع أربعينية جنود الجيش الوطني الذين استهدفهم الطيران الإماراتي في عدن وأبيان أواخر أغسطس الماضي مستشار وزير الدفاع اللواء خالد الأشوال قال أن القصف الإماراتي تسبب في قتل وجرح أكثر من 300 ضابط وجندي من قوات الجيش كما تسبب في تدمير وإحراق 19 ألية عسكرية وأربع سيارات إسعاف بالإضافة إلى استهداف الفرق الطبية وتصفية 19 جريحا داخل المستشفيات وكد اللواء الأشوال أن استهداف الجيش الوطني يتناقض بشكل صريح مع أهداف عاصفة الحزم مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل تؤدي واجبها الدستورية للحفاظ على التورة والجمهورية ووحدة وسيادة اليمن في هذه الحلقة سنتناول الجديد في هذه القضية وإلينا وصلت ومن الذي قامت به الشرعية في هذا الصدد انتصارا لدماء الشهداء أربعون يوما مرت على واقعة القصف الإماراتي الغادر هلك تائب من الجيش الوطني على أبواب عدا وأبيا نهاية أغسطس الماضي مجزرة مروعة وموجعة لا يزال السلاح الفتاك المستخدم فيها غامضا وبحاجة للتحقيق وفقا لوزارة الدفاع فإن سلاح الجو الإماراتي قصف الجيش الوطني بثلاث عشرة غارة على مدى يومين استهدفت جميعها وبشكل مركز ودقيق قوات الجيش ما أسفر عن خسائر مؤسفة ونجم عن تلك القارات الغادرة خسائر كبيرة حيث أتت إلى استشهاد وإصابة 300 طابط وصف وجندي وتدمير وإحراق 19 آلية وضقما عسكريا وإحراق أربع سيارات إصعاف بالإضافة إلى خسائر أخرى في العداد العسكري عتق التي كانت محور الصمود بوجه المشروع الإماراتي التفكيكي ومنطلق الجيش لتثبيت الدولة فيما بعدها تحتضن اليوم فعالية تأبين أفراد الجيش في مشهد يعكس أقوى ملاحم واحدية الدم اليمني انظروا إلى صور الشهداء هذه تمثل كل مناطق ومحافظة الجمهورية اليمني بمختلف مناطقها الجيش الوطني اليوم يخوض أشرف معركة وطنية دفاعاً عن السيادة والتراب الوطنية وحدة التراب الوطنية دفاعاً عن الهوية دفاعاً عن العرض اليمني أربعون يوماً ولا يزال الدم مسكوباً ولا يزال القاتل عضواً في تحالف يزعم أنه لدعم الشرعية ولا تزال الإمارات تهيء لتمردات وحروب في تعز والساحل وغيرها لا يبدو أن الإمارات تبالي بالشرعية طالما تتواجد السعودية في الوسط كميسر يتولى خدمة التبرير والتميع وامتصاص الغضب الموقف السعودي يشجع الإمارات لتلوح من جديد ومن منصة الأمم المتحدة باحتمال تكرار القصف ونشدد في هذا السياق على أن دولة الإمارات ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومتناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها هذا التهديد الإماراتي الصريح لم يعقبه أي موقف رسمي من الشرعية للرد عليه الأمر الذي يجعل احتمالات القصف الإماراتي مفتوحة الزمان والمكان وهو ما يطرح سؤالا ملحا عن سقف الموقف الرسمي للشرعية اليمنية في رفض سياسة الشيطانة الممنهجة للجيش الوطني المدرب أصلا من التحالف نهيك عن منع تكرار أي انتهاك ضد اليمنيين جيشا وشعبا إذن تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث والتي نخصصها تزامنا مع أحياء أربعينية ضحايا القصف الإماراتي للجيش الوطني في عدن وأبيان وما الذي تم من تحركات حكومية بخصوص هذه القضية للانتصار لدماء الشهداء اليوم وزارة الدفاع أحياء أربعينية جنود الجيش الوطني الذين تم استهدافهم الطيران الإماراتي في عدن وأبيان أواخر أغسطس الماضي نبدأ بالنقاش في موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ أنيس منصور المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية في الرياضة أهلا بك أستاذ أنيس أهلا وسهلا مستشار خير لك ولضيفك وللأعزائي المشاهدين بداية تعليقك على الحياء الأربعينية لجنود الجيش الوطني اليوم وتقييمك لما قدمته الشرعية حتى اليوم للانتصار لدماء الشهداء في عدن وأبيان طبعا أول شيء هي ذكرة هذه الذكرة هي ذكرة مشؤومة تاريخية تتضل في تاريخ اليمن في تاريخ الجيش اليمني أن هناك قيش قصف بحليف غادر يسمى دولة الإمارات هذه أولا الأمر الآخر هي رد على من يريد أن يشيطن الجيش اليمني بوصفه بالإرهاب ويريد أن يتحدث عن يعني يبرر قتل الحاصل تحت مسمى الإرهاب الأمر الثالث هي الكشف عن الأسماء يعني اليوم كان هناك عملية صدقيك لأن بعض الأسماء لن تكون حاضرة وبعض الأسماء تكون موجودة وبعض القتاة تفحمها وبعض الشهداء قتلوا أثناء الإسعاف وبعضهم استشهدوا وهم يتلقون العلاقات أو العلاق داخل المستشفيات هنا يعني تم العملية الحصر حتى أعلن ذلك رسميا وكان هناك بيانا واضحا الأمر الآخر يا أخي هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ستكون هناك تحركات قانونية ستظل هذه أيضا وصمة آر في جبين الإمارات ما دامت وما بقيت وإذا رحلت بإذن الله ستظل هذه الذكرى ذكرى تشعر أن الهدف لهؤلاء لم يأترك حرير اليمن من الحوثيين بقدر ما أتوا لتحرير اليمن من الشرعية التي يدعو أنهم أتوا بها لذلك منع جيش الشرعية حتى لا يأتي ويعود قوات الشرعية والمزارع الشرعية ورئيس الشرعية فكان ما كان الأمر الذي أيضا تضح كان فضيحة هذه فضيحة تم فضحهم على المجتمع التولي تم فضحهم على مستوى العالمي وأصبحت نكتة في تاريخ الإمارات أو في سلوك الإمارات هذه هي النقطة التي يمكن أن نقف أو نستعرضها في نسألك هذه الذكرى كان واضحا الشيء المؤسفي أخي المزري أيضا ليمكن أن تتصنع على موضوع تقييم الشرعية للأسف الشديد كانت هناك مواقف إيجابية فاعدة قوية في مسألة مجزرة استهداف القيش الوطني وكان هناك صوتا وطنيا وصبك وإن أعطقت تحدثنا على وأنت في برنامج سابق ماذا سيقول وزير الخارجية في جمعية العمومية وغبادة ما هو المحتوى لكن أقول لك كان صوتا قويا جدا الشيء المؤسفي الذي نطرحه أو نضعه لماذا وزيء رئيس المزراء حتى الآن وهو رئيس الحكومة صامت لم يصدر منه بيان عزاء لم يصدر منه بيان استنكار لم يصدر منه تغريدة لم يصدر منه بوقف في مسألة قسف الجيش الوطني هنا حالة صخط حالة غضب تبحث عن ضرورة اتخال موقف يعني أن تروح تعزي ضابط صعودي لأن أم توفت وتصدر أيضا تغريدة تعزية وهي كبلغة الثمانين بينما تصمت عن إدانة واستنكار أكثر من ثلاث مئة ضخية بين قريح وشهيد ومحروق ومختفي وواجد ثلاثة المئة بخلفهم يعني أسر وكل أسر فيها أكثر من لا يكن على العشرة يعني هناك أرامل هناك مأتاة كبيرة جدا في هذا المجتمع وأنت تمثل الدولة ثالث عليها مؤسف جدا هناك وزراء وقيادات كان لهم موقفا قويا وكان لهم واضح لكن أقول لك أن ما حصل في الشرعية أن ما زال قرارها هو المصادر وما زال هناك تدخلات تحاول أن تعمل ضغط عليها الأمر الذي أيضا نضعه اليوم تدار مؤامرة كبيرة جدا استهتارا بدماء الشهداء هذه المؤامرة التي هي قوار جدة أن يتم تحويل المتمردين والإنكلابيين ومن كانوا سببا في إصهاق الدماء وقتل النفس وقتل النفس وشل الحياة والتمييز العصري والمناطق وتصفية الناس الهوية والسقوم والمعتقلات والتصفيات ولا تكاد تمر ساعة من ساعات النهار إلا وأنت تسمع عن ضحية عن كثير عن جثة عن شهيد عن جريخ عن اعتقال عن أي شيء من تدخل وتأتي الآن أنت لتقدم تنازلات بحصص من الحكومة أو بمضموعة مناسب وتفاوض هؤلاء وتجلس معهم كنا أنت قضيت على الشعية وعلى القيش وعلى دماء الشهداء وإذلك إذا كان هناك أنا أقول هكذا إذا كان هناك حوارا وكان فيه نتاج مثل هكذا مثل ما يتم تصريبه فإنها خيانة لدماء الشهداء خيانة لدماء الجرحاء خيانة لما يحصل وإنها ونحمل التحالف المسؤولية عما سيكون من تداعيات في هذا الاتجاه طيب منك حملت التحالف المسؤولية هذا يقود إلى سؤال حول قراءتك للموقف السعودي على رأس هذا التحالف الذي جاء لدعم الشرعية إذا الاعتداء الإماراتي على الجيش الوطني أخي شامي البعض يحاول يبرر على أن السعودية غير الإمارات وأن السعودية مسانجة بقوة للشرعية أكثر من الإمارات لكن أنا أقول لك فراحة دعنا نكون واضحين لنقول أن ما تمارسه السعودية أوقح دعنا مما تمارسه الإمارات الإمارات واضح في معالمها في خططها في سلوكها في عدائها في استراتيجيتها في كل شيء وأصبح الناس يعرفون بها القاسي والداني لكن الأخوة في السعودية لماذا يمارسون هذا السلوك لماذا يمارسون اللغة التي تبعث عن شرعنة للإمارات وإضعاف لدور الشرعية وهم يقولون أنهم يحمون الشرعية هذا هو المؤسف جدا هل أنتم متفقين ومنسجمين على مشروع قولوا للناس ما هو المشروع وقولوا للشرعية ما هو المشروع وطارقوا للناس لكن أنكم تبرزون أنكم مع الشرعية مع الدولة مع واحدة اليمن بينما صحفكم وإعلامكم يصخر جهده مع هؤلاء العصابات يعني أنتم الآن أتيتم من أجل تحالف دعم الشرعية أم من أجل تحالف تدمير الشرعية أنتم أتيتم من أجل الخلق الانقلاب الحووذي أو من أجل خلق انقلابات يعني أنت إذا تنزلت للمجلسة الانقلابية لابد أن تتنازل للعصابات المتواجدة في كل مكان لماذا لا تقوم بإجراء حوار مع أبناء المهرة لديهم مطالب مشروعة يرفعون العالم الوطني يرفعون صور الرئيس معترفين بالشرعية لديهم مطلب خروق قوات التواجد السعودي وأحلالها بمحال قوات محلية هؤلاء أولى أن تأتي وتحاورهم وتفاوضهم وتشعيدهم لكن تأتي لي بإصابات أدمنوا على كفر الطرقات على بناء السجون هؤلاء الأصابات ليسهم أدوات أيضا لكيان خارجي ولدولة خارجية فلماذا أنت هنا تثمت بالإصابة الشديدة الإخوة في السعودية البعض يتهمهم بأنهم غامضين والبعض يتهمهم أنهم يلعبوا يعني لعبة شدة الحبل والبعض يترنفوا بمتصانف أخرى لكن أنا أقولها صراحة أنه لا داعي للحديث بهذا المنطق السعودية أصبح موقفها واضح مساند ومشرع بالإمارات وأطمعها وأجنيدتها ومشروعها وبالتالي من خلال عملية إخراج مسرحية ما يسمى بشوار جدا هذا الدليل واضح السعودية تحب الترار تستطيع أن تجعل من الإمتقال شيئا لم يكن هذه صراحة لكن للأسف الشديد تحولت إلى وسيط وإلى محاول نشرك معنا بالنقاش الكاتب والمحلل السياسي السياسي التاميم من إسطنبول أهلا بك سودي أسين سودي أسين البيان الرئاسي يوم المجزرة التي استهدفت الجيش الوطني في عدن وأبيان كان ساخنا ودعا للتصعيد على كل المستويات هل كان الهدف منه فقط الاستعراض أم أن خطوات عملية تم اتخاذها بشكل فعلي فيما بعد هذا البيان برأيك أعتقد أن أولا تحية لك وليم شاهد يقناة بالقيت وليظيفك الموقف أو رد الفعل الحكومة الشرعية كان واقعيا وتجاوز حتى مساحة المناورة المتاحة للسلطة الشرعية كما تعلمون السلطة الشرعية محكومة بظروف الزمان والمكان ومحكومة بالمواقف السعودية بشكل كبير لهذا جاء الموقف السلطة الشرعية تصعيديا على غير المتوقع وهذا لكن في نظر اليمن يدل دون المستوى حصوصا أن المملكة العربية السعودية سارعة إلى احتواء الموقف الحكومي وموقف السلطة الشرعية وقدمت ربما أو يعني ضغطت بالشكل الذي لم يسمح للسلطة الشرعية بالمزيد من المناورة خصوصا وأن عملية القصف هذه لم تكن رسالة الإمارات وحدها للحكومة الشرعية وإنما هي رسالة سعودية إماراتية وبالتالي الحدود وخطوط المواجهة كانت واضحة جدا بالنسبة للسلطة الشرعية لكن هي أحسنة الصنعا عندما صعدت بشكل واضح وعندما وضعت المجتمع الدولي أمام حقيقة ما يجري وعندما عرف العالم كله بأن التحالف الذي جاء للسلطة الشرعية هو اليوم الطرس اللغيد الذي يستهدف هذه الشرعية ويوحفها وينسب انقلابا ثانيا عليها في تقديري أن الانتقاد ينبغي أن يوجه اليوم للسلطة الشرعية التي قاملت بالذهب إلى حوار جدة وهذا الحوار مقصود منه أن يطوي تلك الصفحة السوداء صفحة التحالف السوداء ويبني على الانقلاب الذي نفذه التحالف ويعني مكاسب سياسية للانقلابين وهي مكاسب في نهاية المطاف تصدف صالح التحالف الذي يريد فعلا تقديم اليمن ولو سألتني هل السلطة الشرعية كان يتعين عليها أن تذهب إلى جدة تحت أي اعتبار وتحت أي ضغط أقول لك بأن ما كان ينبغي للسلطة الشرعية أن تخضع أو للإملاءات السعودية وأن تذهب إلى حوار هي تعلم أنه يذبحها من الوريد إلى الوريد هذا الحوار بطبيعة الحال لا يفيد اليمنيين وليس أولوية بالنسبة لليمنين بل بالعكس هو يندرج ضمن أجن قطيرة جدا هدفها تقويض العملية السياسية إعادة بناءها وفقا للاعتبارات الأولويات البعض السودياسين يختلف معك مع هذا الطرح بأن حوار جدة يذبح الشرعي من الوريد الوريد لأنها وضعت اشتراطات وجاءت هذه الاشتراطات على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي عندما قال أن هناك اشتراطات منها عودة مؤسسات الدولة مجلس النواب لعدن دمج التشكيلات العسكرية في ضمن جسد الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية والأمنية إذا ما تحققت هذه الاشتراطات ربما تكون الشرعية حققت مكاسب لم تكن موجودة لها من قبل لم تحقق الشرعية يعني إن تحققها ستكون معجزة بالنسبة لأي مراقب طبيعة الحال لكن الطلقة الشرعية لها تجارب مريرة طيلة الفترة الماضية من 2014 تقريبا إلى اليوم وهي كلما تقدم تنازل خسرت كل شيء وتم مطالبتها بتنازل آخر يعني عليك أن تدرك بأن اتفاق أو حوار جدا وما سيقبل من اتفاق هو حصيلة تنازل خطير جدا قدمته السلطة الشرعية للحوثيين عبر اتفاق الحليزة وعبر تفاهمة ستوكولم هل استطعت السلطة الشرعية أن تحافظ على خيارتها هل امتلكت القدرة على التحرك الميداني بحيث تقول الحوثيين حسنا أنتم بعد عشرة أشهر أو أكثر من عشرة أشهر لم تلتزموا تفاهمة ستوكولم إذن أنا سوف أفرض الأمر الواقع وأستعيد ولاية الدستورية على محاوضة الحديدة كذلك الأمر بالنسبة لعدن يعني ما هي الضمانات إذا كان الجيش الوطني عندما تقدم باتجاه عدن وتحركت عدن برمة بقضيها وقضيبها لطرد الإنقلاديين عملاء الإمارات تدخلت طيرا طورا وضربا للجيش الوطني ما هو خيار الجيش الوطني والسلطة الشرعية بزاق عدن هذا النوع إذن أنا أعتقد أن الاتفاق يراد له أن يثبت أولا وقبل كل شيء المجلس الانتقالي لموالي الإمارات والرياض كطرس سياسي يدعي أو من حقه أن يدعي بأنه حامل القضية الجنوبية وأنه من يحدد طبيعة المصالح التي تعين الحفاظ عليها على خلفية القضية الجنوبية وحاجة الجنوبين لتهاب الانتصال هذا الاتفاق ستمنح الانتصاليين وهم فصيل في الواقع هناك عدة أصياف جنوبية لكن الذي تغلب اليوم عبر التحالف والإمارات السعودية بشكل خاص هو المجلس الانتقالي عندما يحصل على اتفاق لن يلتزم ولن يستطيع أي طرف آخر أن يلزمه بشيء لكن هل السلطة الشرعية بإزاء تمرد محتمل ووارد مئة في المئة هل تستطيع أن تغير الواقع وهل سيسمح لها هذا التحالف أم سيدعوها إلى جولة أخرى من الحواد للتفاهم على الخطوة اللاحية أشكرك جزيلاً أستاذ ياسين تميماً شكراً جزيلاً لك الكاتب المحل السياسي يكون معنا من إسطنبول وينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري اللواء محسن خاصروف أهلاً بك سيدة اللواء أهلاً بكم مرحباً عديد من المواقف صدرت عن الحكومة الشرعية فيما بعد مجزرة استهداف الجيش الوطني من قبل الطيران الإماراتي ربما آخر هذه المواقف هو تصريح لللواء خالد الأشوال اليوم مستشار وزير الدفاع عندما قال أن استهداف الجيش الوطني من قبل الإمارات يتناقض بشكل صريح مع أهداف عصفة الحزم اللواء محسن خاصروف كيف تقيم مواقف الشرعية إذا هذه الحادثة؟ شكراً جزيلاً لك والتحية للأستاذ ياسين التميمي الآن أنا أتصور من خلال ما هو ملموس أن مواقف الدولة الشرعية يكاد يكون موحد ولا عبرت بالاستثناء والنشاز لكن إدانة ما أقدمت عليها الإمارات العربية المتحدة من قصف الجيش الوطني اليمني وقبلها قصف معسكرات وتمكين الإنقلابيين من السيطرة عليها سواء في أغسطس أو في يناير من العام الماضي كل هذه الأمور محل إدانة باتفاق الجميع من الرئيس ومن أدون حتى أصغر جندي في الجيش الوطني أو مرضى مسألة معروفة لأن الهدف الأساسي الذي تكونت من أجله الشرعية طبعاً والحقيقة البداية كانت بملكة العربية السعودية هي دعم الدولة الشرعية لإستعادة مؤسسات الدولة من الإنقلابيين الحقيقيين ما عدا هذا فهو عمل خارج أهداف التحالف خارج الإطار المتفق عليه الإمارات العربية المتحدة لم يكن مطلوب منها أن تكون شريكة في التحالف المملكة العربية السعودية هي التي ضمت طائر التحالف بأسباب تتحلق بالسياسة والعلاقة بين البلدين ربما قد تكون رؤية خليجية لكن ثبت ما لدى مجال للشك أن هذا التصور ليس له وجود على أرض الواقع التحالف في حد ذاته يعني مجموعة بكل مكوناته يستمد شرعية ما قام به في اليمن من شرعية الرئيس عبد الرب منصرهادي أي مساف بشرعية الرئيس عبد الرب منصرهادي والسلطة الدولة ومؤسساتها في المناطق المعارضة الحقيقة هو يطعن في التحالف العربي بشكل مباشر وطعن نجلاء وليست أي طعم لأن المسألة هكذا تتحولت إلى مشاريع صغيرة إلى أهداف صغيرة إلى طموحات جغرافية في اليمن بدلا من استعادة الدولة نحن نراوح في نهم منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات ونحن في نهم والجيش الوطني اليمني قادر باقتدار على أن يصل إلى صنع ولكنه ممنوع بالقوة كذلك الحال في السلوح وفي مؤمنات أخرى تعز معطل تحريرها لا تخرج عن هذه الأسباب نفسها الأهداف والمصالح الذاتية لبعض الشركاء في التحالف هي ما عاقت حسماً للمعركة وأنا تصور أن قيادة المملكة العربية السعودية قد لمست هذا بقوة خاصة من الضربات الأخيرة التي تعرضت لها والخيانات التي تعرضت لها وما سرب أو نزل من وفاق يؤكد أن ثم تعاون ثم تتعاون بين الإمارة العربية المتحدة والحوثيين بشكل غير منظور يعني آخر ما تم الحصول عليه من المعلومات تسريب بعض الأسلحة والمعدات عن طريق ميناء الزيت ولكن المسألة أفشلت في عدن طبعاً فموقف الدولة الشرعية موقف موحد من ما ارتكبته الإمارات العربية المتحدة من أخطاء في حق الشعب اليمني موقف الحكومة موحد ماذا عن موقف المملكة العربية السعودية؟ مملكة العربية السعودية أصدرت بيان حينها وضغطت في اتجاه سحب منع الطيران الإماراتي من أي غارة أخرى وضغطت عليها في تنفيذ الخروج من عدن واليوم آخر قوات خرجت من ميناء الزيت وحدت عسكرية أماراتية دباباتها ومدرعاتها وإسلحاتها أهلياتها جنودها والإنسحاب قائم يعني ولكن طبعاً الإمارات قد رشبت بعض الترتيبات وخاصة في المستاحل الغربي سيادة اللواء تقول أن السعودية ربما وجهت بيان وتحذير الإمارات ومنعتها من استخدام الطيران لكن من دوبة الإمارات في الأمم المتحدة مؤخراً أعادت وكررت وقالت أن الإمارات يمكن أن تقوم بعمل مشابه لما حدث في عدن وأبيان وأن يتم قصف أي قوات بداعي محاربة الإرهاب يا سيدي لا قيمة لهذا التصريع هو صح يعكس وجهات نظر رثمية لكنه لم يحدث بالأساس ولا تنسى أحد الموظفات الحكوميات الكبيرات حينما كان القائد السياسي الوطني الكبير أحمد عبد بن داغر في سقطرة وهو رئيس وزراء سألت المذيعة في البي بي سي لماذا ذهبتم إلى سقطرة وهي منطقة عاملة وبعيدة وللسا في حرب ردت بكل مجاحة أي شيء اللي جابه هو يعني أي شيء اللي جاب بن داغر إلى سقطرة كانت لها المذيعة كيف هذه بلد وهو رئيس وزراء وهو مسؤول عنها كان السؤال محلقة لا تستغرب من بعض التصريحات الخارجة عن الضوء العام الخارجة عن اللياقة السياسية الخارجة عن داب العلاقات سيادة اللواء سؤال الأخير قلت أن جبهات نهم وصرواح وتعز معطلة اليوم ما الذي قد يجعل الجيش الوطني في حل من أي ضغوط اليوم ليواصل معركته على الأرض ويستعيد الدولة والبلد الإجابة هذه ليست عندي الإجابة عند قيادة الجيش الوطني وأنا أتصور أن الأمر لن يطول إذا لم يكن هناك كما هو يتداول الآن مشروع حل جذري أو كامل تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول ونعرف أن الحرول التي تقدمنا بها من ضمن محتوياتها الحفاظ عن الحوثي ككيان سياسي لكن يقولوا بدون سلح هم يقولوا هكذا ولا ندري إن كان هذا فط أو كذ لأنه إذا كان هذا الكلام صحيح فما فيش خلال حول هذا المثل أن يكونوا كيان سياسي غير مسلح لكن قناعتي الشخصية أنا كمهتم بالشؤون العسكرية ومعايش لها وفي الميدان أنه ليس هناك أي حل مع الحوثي إلا الحسم العسكري الكامل وأنه ليس القيادة الجيش الوطني سواء القيادة العسكرية الميدانية رئاسة الأسكان والقيادة العمليات أو القيادة العليا ما هي بالرئيس والرئيس إلا أن يوجهوا بحسم المعركة عسكريا ونعتمد على قدراتنا الذاتية وإمكانياتنا وقبل هذا ينبغي أن تكون الحكومة والرئاسة في الداخل في اليمن في أي منطقة من المناطق المحررة إن شاء الله في الربع الخالي هذه هي القضية لابد أن تكون واضحة وفي الحسبة ما دمنا خارج الجغرافية اليمنية فستظل كل محاولتنا غير موفقة أشكرك جزيلاً لواء محسن خصروف الخبير العسكري كنت معنا من القاهرة وأيضاً شكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث في الختام تحياة طاقة من البرنامج ومنتج حلقة اليوم ومنتج حلقة اليمنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة